السلام عليكم ومرحبا بكم معنا مرة اخرى على القناة في فيديو جديد وبغيت نقول مرحبا بالناس اللي نضموا لنا جداد اليوم ان شاء الله غادي نشارك معاكم وصفة من اسهل ما يمكن تحضيره دغية كتوجد واحتى مكوناتها اكيد غادي يكونوا عندك في الدار فخليكم معنا الى نهاية الفيديو باش غادي نتعرفه على المقادير وكذلك على طريقة تحضير هاد الوصفة هادي رها سهلة دغية كتوجد حتى يلاحرتي ومعرفتي ما تديري غادي تديريها وغادي تعجبك خليكم معنا قدي نحتاجو في المكونات عندي هنا يا ثلاثة ديال الحبات الطماطم عندي التوم وعندي واحد العراشات ديال القصبر والمعدنوس مخلطين بالنسبة للطماطم اغسلتها من طبيعة الحال دائما نغسله ونضفه الخضر ديالنا قبل ما كنستعملوهم غادي نقشرها بالسكين هكا كيف ما كتلاحظو كل شي رع عارف هاد العملية هادي اللي بغا يديرها بقشورها يقدر يديرها انا غادي نزول هالقشرة كتجي لديدة دغية كتزوجد كل شي كيعرفها ماشي شي حاجة اللي كثيرة وشي من راس كتزحيري شنو تديري ما كنعرفوش شنو غادي نطيبو شنو غادي نديرو هادي راه من اسهل ما يمكن اه ما تشاب البيض وصفة معروفة معروفة غنية عن التعريف وفي نفس الوقت دغية نقدروا نحضروها بغيت نشاركها معاكم ما كتزاخد شوقت كتير اه لطريقتي غادي نوريها لكم وانتو ما تقدروا تخليوا نفتح عليك كيفاش كتديروا لها حيث دائما الطبخ كيختلف من بلد البلد وحتى لكان نفس البلد كيتختلف من مدينة او من منطقة الى اخرى اه خديت الحبات دير طماطم بعد ما قشرتهم كيف ما لحظتوا غادي نقطعهم على هات الشكل هذا كيف ما كتشوفوا معايا في الفيديو غادي نخليهم هكا ما غاديش نقطعهم اه مربعات بغيت انتو ما تقطعوها بتقطع العادي مكعبات او مربعات اللي بغيتو انا غادي نخليها هكا دوائر مربعات اللي هكا ما تقدرها لانك يبقاه هصح ما كيبغيش طيب المهم غادي نكمل تقطاع ديال الطماطم ديالي بهالطريقة هادي غادي ناخدو واحد المقلات اللي غادي نطيبو فيها غادي نديرها انا هاد اه هاد دوائر ديال الطماطم او الطومات تنطب الوضع تم عضو المنطق نوسيقى نضيف الزيت ثلاثة تقويц نقوم بقوة ثلاثة نقوم بقوة على حسب الضوء. على حسب صحتكم. المهم ده بغد ناخدوها وغد نوضعوها فوق النار. قبل ما نوضحها فوق النار غد ناخد واحد المعلقة صغيرة ديال الطماطم المركزة. لا بغتوا تديروها ما بغتوش تقدروا تستغنوا عليها. صافي من بعد ما بدأت تغلي كيف ما لحتى. كان بدأت نحركها وهي يرى في البلاسة تتحل كالطيب ما تاخد شوق كتير كيف ما كتلاحظو بلا ما تحتاجوا انكم عاد تبقوا تقطعوا فيها ديروها غيها كدوائر. وكيف ما قلت لكم بغتو تحيدوا لها دكلمة ديالها والزرعة اللي كتكون فيها او البودور ديال الطماطب باش ما سعطاهش الحموضة زوغلوها. ولكن تحلوها زوينة ما عادش تحتاجوا انكم تحيدوا لها الزرعة ديالها. المهم من هنا كيف ما شفتوا معايا. آآ ها هي بدأت كالطيب. اغادي نخليها واحد شوية. من بعد ما كنشوفها الطابس كنضيف عليها البيض. البيض ايش حال ما بغيتو تديرو. انا عادرت تلاسة الحبات ديال المطاشة. غادي ندير تلاسة الحبات ديال البيض. تقدرو تزيدوه او لا تنقصو. آآ كيبقى اختياري على حسب شنو ما توفر عندكم. صافي كندير البيض ديالي وهي كاتغلي النار تكون متوسطة او لمهيلة من الاحسن. طيب دائما كيبغي اه النار تكون مهيلة. كتجي اوكلة خفيفة سريعة وسهلة. وف نفس الوقت كتجي الديضة. كيف ما قلت لكم العطرية او التوابيل انا ما كنديرهمش في اللول كندرغي الملحوز الزيت كلي كيد الكامون البزارد حميرا التوابيل كاملين. انا كتعجبني هكا. انا كنديرها غير الحار. والفلفل الاسود حتى الاخير. غدي تشوفوا معايا ان شاء الله. صافي غد نحرك شوية ديالبيض كيف ما كتلاحظو. هكا. اه. كنوزعو. كنحاولو نوزعو هكا على المقلات. ممن الاحسن استعمل واحد ما المقلات اللي سكون ما كتلسق. شو في نفس الوقت تكون واحد ملعقة خشبية او لمغرفة لخشب. صافي غدي نخليها كتب على خطرها على نار مهيلة. باش البيض كي ياخد حقه في الطياب. ما يبقاش هكا خضر. ما كنحركها موالو. كنخليها هكا. كنشوفها تماسكت وطابت وشدات راسها كيف ما كتلاحظو معايا. ها هي. مبعد ما طابت تقدرو تديروها كدلك حتى في الطاجين. كتجي الديدة وبنينة. خليها تطبع لخطرها. ما تدربوش عليها. دابا رشيتها بشوية ديال البزار او الفلفل اسود. وغادي ندير كداليك شوية ديال الفلفل الحار او السودانية. حتى هي كتجي زوين المدق ديالها. كنديرو حتى للتالي. بغاتوا تديروها في مطعشة تديروها مع انتم حرين. حدي من اسهل اه الواجبات او الوكلات اللي تقدرو تحضرهم في واحد الوقت واجيز ما كتاخدش وقت كتير. تقدرو تاكلوها مع اتاي تقدرو تاكلوها هكا مع صالات او مع دفخيز او مهم اللي بغيتو. رها دغية كتوجد ما كتاخدش وقت كتير. وفي الاخر درت ضفت ليها واحد شوية ديال فخوماج اه محكوك. حتى هو كي يعطيها لده. هذا كاضافة الى ما توفرش ماشي ضروري ولكن كتجي كتجي لديدة بزاف بهاد بهالطريقة. وفي الاخر قاع في مرة درت اه في النهاية يعفوين ندرت المعدنوس والقصبر اللي اللي وريتكم غيها كلت زين ما كنديروش عنا في قلب منها. باش كتبقى ديك الماداق ديالو زوين. كي يعطيها ندرة صافي من بعد ما كتطيب. كنت نقدموها. من الاحسن كنوها في المقلة باش كتجي ديك لده. وكتجي ديك الماداق ديالها كيبقى في المقلة ديالها. انا كتعجبين ناكلها في المقلة. مع كويس ديال اتاي. واحد شي حاجة معها هكارها كتجي زوينة. والديدة ضغية كتوجد ما كتاخدش وقت كتير. تاكلوها بصحة والراحة. نتمنى ما نكون شطولت عليكم راني كتير. آآ وصفتنا كانت ساهلة. نتمنى تجربوها وانتوما خليونا كيفاش كديرو وش هادية تركتكم في تحضير ديال ما تعيشة والبيض. وما بقى لياه الا نقول لكم شكرا لكم بزاف. على حسن المتابعة. الى فيديو اخر ان شاء الله ووصفة اخرى. خليتكم على خير. والسلام عليكم.